طب نعمل ايه كل واحد فينا بقى عشان نبقى شجاع ايه الإجراءات اللي ممكن نعملها اول حاجة اول حاجة ويا ريت كمان عشان احنا في بدايات كمان سنة جديدة نعمل ايه نجيب ورقة كده ونشوف المهمات التي يجب ألا يخلو كل يوم من أيامي منها هلاقي نفس مؤثر في حاجات انا لازم كل يوم ارعى ولادي واحسسهم انهم في اماني هي دي شجاعة لأنا ما معملش ده يبقى لازم يبقى عندي ساعة بأمن اولادي امن اولادي يعني الحزين اتحمل مسؤولية ما هربش اه يا دي دخلة في شجاعة طبعا لما ييجي واحد مكسور خطر في البيت واسيبه وهرب واقول ايه ما هو اعمل ايه ما هو انا مش قادر مش قادر اوصل لقلبه مش قادر اعمله حاجة ها لكن قادر تعمل حاجة برا قادر تدخل مخاطر وصراعات برا لا 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 خالص الشجاعة خش حاول تخرج ابنك من عزلته لكن تسيب ابنك في عزلته لغاية ما الابن يطلع لك يفرقع في وشك وبعدين تجي تقول لي ان انت شجع ايه الامار يعني ما انت هربانة انت زوج بدرجة هارب وانت ازاي تسيب بنتك وانت شايفها بتتوجع وبتتقلم وتيجي تقول لي عليها انا مش قادر اعمل لها حاجة لان انا لا معرفتي ولا ثقافتي تروحي الشجاعة اللي انت تروحي تتعلمي عشانها يبقى على طول لو عايز تتعلم الشجاعة ساعة لحماية اهل بيتك ورعيتهم تتفقدهم الزوجة تتفقد زوجها تكون شجوعة ما تخافش ان هو يجي يقول له على فكرة ان احنا بعيد عن بعض عشان انا والله مش شايفك بتقومي بمسؤوليتك يا زوجة خليكي شويا وروحي وجهه وعوده تحوله الناس اللي بيخافوا من حوار بعض عشان الحوار يجيب واجع قلب على فكرة دي مش شجاعة ده جبن يبقى ساعة نواجه مشكلات البيوت وانا اظن ان حضرت النبي لما كان في مهنة اهله كان هو قصد ان هو يبقى قريب من اهل بيته عشان يحميهم ويرعاه يبقى ساعة لأهل بيتي مفيش شجاع اهل بيته مش بيحميهم وبيرعاه عايز تبقى شجاع احمي اهل بيتك عايز تبقى شجاع احمي اهل بيتك احمي زوجك احمي زوجك من ان هو يحس بالاهمال احمي زوجتك بانها ما تحسش ان هي تحس بان انت نسيها وان هي تحولت الى شيء ما لهش اهمية احموا اولادكم من هم يحسوا بالتهديد عايزين تبقى شجهان انا مش عايزك تبقى شجيع السيمة اول حاجة خليك شجيع الاسرة خليك شجيع البيت خلي الاولاد يشوفوا شجعتك وانت بتواجه المخاطر فيتعلموا انهم يعني ايه رجولة فانت لازم تعمل ده يبقى ساعة امن فيها اولادك يبقى ساعة هتكلمهم كلام حلو ساعة تسمعهم ساعة تبشرهم بمستقبل كويس ساعة لو عندك خبرة انرهالهم اربع حاجات دي لازم تعملها عشان اولادك هيحصلوا لهم امان زوجتك او زوجك او بنتك او ابنك كل دول حاجات تانية عشان تكون شجاع لازم ببساطة خالص تشوف الحاجات الحلوة اللي فيك وخليها تتركز على الحاجات اللي وحشة فيك وامشي بقانون الازاحة ان الحسنات ويذهبن السيئات كل يوم حاول تغير نفسك ان الله لا يغيره ما بقوم حتى يغيره ما بأنفسي وكان السؤال ومتى يغيره ما بأنفسي يا رب اذا كانوا شجعان فخليك شجاع وخليك شجاع الحاجات السيئة اللي فيك ما تروحيش تعديليها روحي زود الحاجات الحلوة اللي في قلبك زي ايه انت عارفة كويس ان انت عندك نقد كتير بس عندك حاجة حلوة بتقدري تعملي خدمة زودي خدماتك واهتم بدها انت عارف كويس جدا جدا ان عينك زيغا انا قاسف يعني بتعمل ايه تحاول ببساطة خالص تكتر من عبادتك فتعملك خجل من الله تحب ربنا بتكتر من عبادتك عشان تعملك خجل من الله بالطريقة دي نقدر نخرج من ده اخر حاجة عايزين نبقى شجاعا لازم دايما يبقى عندنا مجلس نجلس فيه مع الله نناجي الله سبحانه وتعالى ونقول لله ربي اعلم انني ضعيف وانك انت القوي وانك سندي وانت بك وحدي يكون بك وحدي وحدك يكون مددي فاللهم اني استقوي بك على كل كربي وكل وما يجري في يومي وليلي فاللهم لا تقطع عني مددك واجعلني على الدوام اعرف ان كفايتي لانني عبدك يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين يا رب اجعلنا دايما اذا كنا اقوية نعيش باقوة وباسرار لا حول ولا قوة الا بالله يا رب العالمين يا اكرم الاكرمين